موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احنا بنتكلم عن الشمائل المحمدية وقلنا الشمائل المحمدية معناها ما يتعلق بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم سواء من اوصافه الكريمة عليه الصلاة والسلام او متعلقاته او عاداته عليه الصلاة والسلام بنقرأ مع بعض كتاب مختصر الشمائل المحمدية للامام الترمذي رحمه الله تعالى وارجو ان احنا نكون يعني فيهمنا ان احنا بنقرأ الاحاديث اللي في الكتاب وبنشرحها شرح مبسط جدا جدا وسهل جدا جدا على اساس ان كل حد بيسمع الحلقات دي يقدر يستفيد منها وينتفع بيها ان شاء الله عز وجل ويرب يكون الحلقات اللي فاتت نافعة ومفيدة ويكون اللي اسمعها استفاد منها ولا تنسونا بدعوة صالحة بظهر الغيب وانا كمان بدعلكم والله ده الدرس السابع او الحلقة السابعة ان شاء الله عز وجل وفيها باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيلبسه تعالوا نتعرف بقى على ايه هو الخاتم اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيلبسه بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله الباب الأول ده باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الترميذي ذكر فيه ستة حديث منها خمس حديث صحيحة وحديث واحد ضعيف هنقول الأحديث الصحيحة الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا من ورق يعني من فضة يعني كان خاتم النبي عليه السلام مصنوع من إيه مصنوع من فضة وكان فصه حبشيا الفص الحبشي ده اللي هو بيبقى مصنوع من العقيق العقيق أو مصنوع من خرز لونه أبيض وأسود أو مصنوع من خرز لونه أبيض وأسود فيبقى الخاتم نفسه كان فضة والفص بتاعه حبشي يعني الفص بتاعه إما من عقيق وإما من خرز لونه إيه أبيض وأسود الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به يبقى خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يلابس خاتم قبل كده ده هو بدأ يتخذ خاتما إمتى لما بدأ يراسل الملوك فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما يعني لما جي يبعت الرسائل لكسرة وقيصر والناس دول فقالوله لا الصحابة يعني قالوله إن الناس دول الملوك دول ما بيقرؤوش إلا الرسائل المختومة فلازم تعمل أو ذلك وسمي خاتم ليه سمي خاتم لأنه بيتختم بيه هو ده أصلي يعني الموضوع خاتم لأنه بيتختم بيه فقالول لازم تتخذ خاتم عشان تختم بيه الرسائل بتاعتك فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم علشان إيه علشان يختم بيه الرسائل ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فكان يختم به هو اتخذ خاتم من أجل أن يختم به ولكن قبل كده ما كانش بيلبس خاتم عليه الصلاة والسلام الحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه فصه منه يعني فصه من الخاتم نفسه من فضة برضو معنى الكلام ده ان الخاتم نفسه من فضة دي خلاص ما فيهاش كلام انما في الفص بقى الفص ده اختلف العلماء فيهالي النبي عليه السلام كان عنده اكتر من خاتم يعني كان عنده خاتم فصه حبشي يعني من عقيق او من خرز ابيض واسود ده خاتم وخاتم تاني من فضة فصه منه يعني فصه من فضة المسألة دي فيها كلام عند العلماء ولكن الظاهر والله أعلم من مجموع الحديث التي جاءت في هذا الباب إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خاتم واحد بس الخاتم ده فصه منه يعني فصه من فضة طب إزاي توصف بأنه حبشي يعني صناعة حبشية يعني كان مصنوع إما على الطريقة الحبشية في صناعة الخواتم أو هو نفس الخاتم كان مصنوع في الحبشة واضح ولكن في الآخر هو خاتم من فضة وفصه أيضا من فضة الحديث الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر يبقى الخاتم كان مكتوب عليه كده محمد فوق وبعدين في النص رسول وبعدين في السطر اللي تحت الله مش زي ما كتير من الناس بتتصور أو حتى كتير من الخواتم اللي تقام معمولة بالشكل ده بروح كاتب الله فوق على أساس أنه يعني اسم ربنا سبحانه وتعالى مقامه العلو ده طبعا لا شك فيه ولكن الخاتم النبي ما كانش كده الخاتم النبي كان محمد عليه الصلاة والسلام سطر الأولاني وفي النص رسول وتحت السطر الثالث الله محمد رسول الله فكان ده الخاتم للنبي لبسه عليه الصلاة والسلام وفي طريق أخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم ما يقبلوش الكتابة إلا أن يكون مختومة يعني تمام؟ ده كان بروتوكول بين الملوك إن لما تيجي تبعت رسالة أو خطاب أو جواب لملك لازم تبعته له يكون مختوم تمام؟ ده كان بروتوكول متعارف عليه في الوقت دوت وده متعارف عليه حد الوقت طبعا قال فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما خلقته فضة يعني متخذ من الفضة مصنوع من الفضة يعني ونقش فيه محمد رسول الله فكأني أنظر إلى بياضه في كفه يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا الخاتم اللي هو مصنوع من الفضة ليه علشان يختم به هو اسمه خاتم عشان كده علشان يختم به الرسائل التي أرسلها لي الملوك ودي فائدة مهمة إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف في بروتوكول معين بين الملوك إنه هم لا يقبلون الرسائل إلا المختومة النبي عليه السلام تابع هذا يعني ما فيش غضاضة أبدا إنه طالما فيه نظام ما الناس مشى عليه إنك تسير على هذا النظام إنه اسلام ما شاء على هذا النظام ولم يعني يأنف إنه هو يسير على هذا النظام اللي هو متعارف عليه في الدنيا كلها فقابل النظام هذا وصنع لنفسه خاتم عليه الصلاة والسلام ونقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى بياضه في كفه يعني الخاتم تعفلها ما تلبس خاتم لمدة طويلة تلاقي الخاتم بيعمل إيه علامة كده في الصبع فالعلامة دي أنس بيقول كأني أنظر إلى بياضه في كف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يعني من فضة فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله يبقى الخاتم راح فين بقى اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيلبسه بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم دا انتقل لمن لسيدنا أبي بكر الصديق فدل دا على إن الخاتم دا كان كأنه شعار الدولة لأنه لم ينتقل إلى أحد من أهله عليه الصلاة والسلام لأ دا انتقل إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بصفته الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح الخاتم دا كأنه هو شعار الدولة فلما أخذ أبو بكر الصديق صار يختم به الرسائل أيضا رضي الله عنه ثم لما توفي أبو بكر أخذ الخاتم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصبح كأنه شعار الدولة أيضا بيختم به ثم لما توفي عمر رضي الله عنه وتولى سيدنا عثمان أخذ الخاتم فكان الخاتم في أصبع سيدنا عثمان حتى وقع من صباعه هو في بئر أريس بئر أريس ده في بستان قريب من مسجد قداء والبئر أريس ده معروف يعني ناصل لم يروح يقعد عند هذا البئر وفي أحاديث كثيرة جدا متعلقة بهذا البئر المهم فسيدنا عثمان ابن عفان وهو خليفة والخاتم في صباعه وهو قاعد على البئر دوت وقع القصة التي توقع الخاتم ستأتي بعد قليل المهم أنه الخاتم وقع من أصبوعه رضي الله عنه في بئر أريس فلما وقع الخاتم في البئر طبعا هو غضب جدا وخاف جدا على ضياع الخاتم وطلب من الصحابة أن هم يجوا يدوروا على الخاتم فجعلوا ثلاثة أيام ينزحون البئر يرموا حاجاته يطلعوا مية وينزلوا يدوروا في البئر حتى يجدوا الخاتم فما وجدوه وبكده ضاع الخاتم خلاص ما حدش إذري يتوصله تاني وبعد مدة بدأ ناس تدعي أن هم معاهم خاتم النبي عليه السلام ولكن هذا كذب الخاتم سقط من يد عثمان في البئر وخلاص ضاع على كده محدش لا فدا ما جاء في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي رحمه الله بواب باب قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه إن كان بيلبس الخاتم في إيد اليمين طب هل النبي عليه الصلاة كان فعلا بيلبس الخاتم في إيد اليمين ولا كان بيلبس الخاتم في إيده اليمين وكان بيلبس أحيانا في إيده اليسار هل ده كان بيحصل ولا كان بيلبس في اليمين بس خلي بالك معي لأن اسمع للآخر لأن دي مهمة جدا وذكر في الباب ده تمن أحاديث كلها صحيحة الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه كان بيلبس الخاتم في إيه؟ في الخنصر من يده اليمنى عليه الصلاة والسلام الحديث الثاني حديث حماد بن سلمة قال رأيت أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله وسلم يتختم في يمينه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلبس الخاتم إيه؟ في إيد اليمين عليه الصلاة والسلام الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه الحديث الرابع حديث الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه الحديث الخامس حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه فيما يلي كفه يعني كان لما يلبس الخاتم يخلي الفص اتعي الخاتم مش من هنا لا الفص يبقى من قوة الصبع من هنا في الصبع الخنصر ويبقى الفص من قوة من هنا خلي بالك مش يبقى الفص من فوق لا الفص من قوة اليد قال وجعل فصه فيما يلي كفه ونقش فيه محمد الرسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس ونهى أن ينقش أحد عليه يعني نهى أن حد تاني من الصحابة أو من المسلمين يعمل خاتم زيه وينقش عليه كده محدش يعمل خاتم زي خاتم النبي خالص محدش يعمل خاتم ويكتب عليه محمد رسول الله نهى أن يسلم عن ذلك عليه الصلاة والسلام لأن ده كان شعار الدولة كان شعار الدولة كان النبي يختم بيه الرسائل الرسمية اللي بتصدر منه عليه صلاته السلام وكذلك سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان كانوا بيختموا بيه الرسائل الرسمية فده كان شعار الدولة ما ينفعش تزور انت خاتم ويبقى في ايدك لا لا فناها نسلم عن ذلك طيب هل النهي ده ممتد ولا غير ممتد فيها كلام ولكن الظاهر انه غير ممتد غير ممتد ليه لان خلاص ما فيش حد ما بقاش شعار الدولة فانت لو لبست خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله خلاص ما بقاش فيه مشكلة قال وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس معيقيب ده صحابي رضي الله عنه كان رضي الله عنه ولي بيت المال في زمان عمر بن الخطاب وزمان سيدنا عثمان ومن السابقين الأولين رضي الله عنه شاهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لما تولى سيدنا عمر بن الخطاب ولا بيت المال كان أمينا رضي الله عنه ثم تولى بيت المال لسيدنا عثمان ففي يوم من الأيام سيدنا عثمان قاعد على بئر أريس وده كان النبي بيعمله كتير عليه الصلاة والسلام من هو يروح عند بئر أريس ويقعد ويدلي قدميه في البئر فسيدنا عثمان راح عند البئر وقاعد كما كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو قاعد كده جم معيقيب كأنه عايز يختم رسالة أو حاجة فقالوا ديني الخاتم فسيدنا عثمان ألع الخاتم والدهول عشان يختم الرسالة فأخذ الخاتم وخاتم الرسالة وبعدين بيناول الخاتم تاني المين لسيدنا عثمان فسيدنا عثمان بياخد منه الخاتم فوقع الخاتم في البئر وقع الخاتم في البئر وضع الخاتم على كده فلذلك وقع سقط من يد عثمان لأنه كان بياخده منه أو من معيقيب علشان معيقيب كان بيناوله الخاتم فوقع منه رضي الله تعالى عنه الحديث السادس حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما يتختمان في يسارهما رضي الله تعالى عنهما يعني كان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يلبس الخاتم فين؟ في اليسار مش في اليمين خلي بالك وده ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس الخاتم في يساره عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى واضح؟ ثابت عن النبي أنه كان بيلبس الخاتم في خنصر يمينه في يلو الليمين وكثبت أيضا عنه أنه كان بيلبسه في اليسار عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن نصر كان أحيانا يلبس الخاتم في اليسار كان بيلبسه في يمينه الغالب لأنه أغلب الأحاديث على كده ولكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس الخاتم أحيانا في اليسار ولذلك كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما رضي الله تعالى عنهما فالمسألة فيها سعة وذلك قال الحافظ العراقي رحمه الله يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالتين يقاعوا يبقى الإمام العراقي بيقول إيه يلبسه يعني الخاتم كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري يعني ممكن يلبسه في خنصر اليمين أو خنصر اليسار كلاهما في مسلم الروايتين في صحيح مسلم ويجمع الجمع بينهم بأن ذا في حالتين يقاعوا يعني كان أحيانا يلبسه في اليمين وأحيانا يلبسه في اليسار قال الإمام الناوي رحمه الله في شرح الصحيح مسلم وأجمعوا على جواز التختم في اليمين أجمعوا يعني أجمع العلماء على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار يبقى التختم في اليسار جائز بالإجماع ولا كراهة في واحدة منهما ما فيش حد أولص للبس الخاتم في اليسار مكروه كذلك الساعة لأن الساعة أولى بقى إذا كان الخاتم يلبس في اليسار يبقى الساعة لذلك الإخوة اللي بتتشدد أوي إن الساعة لازم في اليمين لأن تلبس الساعة في اليمين أو تلبسها في اليسار عادي قال واختلفوا أيتهما أفضل يبقى الإجماع على الجواز إن يجوز أنك تلبس الخاتم في اليمين أو في اليسار ولكن اختلفوا بإيه بقى أنه الأفضل قال فتختم كثيرون من السلف في اليمين يعني سبت عن كتير من السلف إن هم كانوا بيبسوا الخاتم في اليمين وكثيرون في اليسار سبت أيضا عن كثير من السلف إن هم كانوا بيتختموا في اليسار ومنهم الحسن والحسين وكفى بهم رضي الله عنهما سيدة شباب أهل الجنة قال واستحب مالك اليسار الإمام مالك كان يرى استحباب لبس الخاتم في اليسار قال وكره اليمين كان يكره أن يلبس الخاتم في اليمين قال النووي وفي مذهبنا يعني مذهب الشافعية وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام ده كلام الإمام النووي من شرح صحيح الإمام مسلمي بقى الإخوة ما يتشددوش أويف موضوع يمين وشمال دي عايز تلبس الخاتم في إيدك اليمين برحتك تلبس الخاتم في إيدك اليسار برحتك تلبس الساعة بقى في إيدك اليمين برحتك تلبس الساعة في إيدك اليسار برحتك كما سأل فيها ساعة وما فيهاش تشدد أبدا الحديث السابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه الحديث اللي جات في اليمين كتير تمام؟ لذلك نحن نقول إيه؟ إن اللبس الخاتم في اليمين أو اليسار سيان سواء ولكن الأفضل اليمين الأفضل اليمين ولو يعني جمعت بينهما بأنك تلبس الخاتم في اليمين وأحيانا تجعله في اليسار فيكون هذا أفضل تكون جمعت بين الأمرين الحديث الثامن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا قال فطرح الناس خواتيمهم يعني في الأول خاتم من ذهب عمل خاتم من ذهب الحيث ذا متفق عليه كان عنده خاتم من ذهب عليه السلام لبسه شوية وبعدين نزل تحريم لبس الذهب للرجال فعمل إيه ألعوا رماه وقال لا ألبسه ألبسه بعد ذلك أبدا لما شاف الناس النبي عمل خاتم ذهب فبدأ الناس تعمل خواتم ذهب فلم ألعوا رماه خلاص إن كل إنقاد له عليه السلام وتأسى به وتابعه صلى الله عليه وآله وسلم دا كده ما جاء في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم كان من فضة كان فصه من فضة وكان نقشه حبشي أو مصنوع في الحبشة أو مصنوع أو منقوش على الطريقة الحبشية كان يلبسه في خنص رياده اليمنى وفصه إلى الداخل وأحيانا كان يلبسه في خنص رياده اليسرى عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خيرا إن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم عن صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه السيف بتاع النبي كان شكله عامل ازاي وكان أوصافه ايه وكان مصنوع من ايه والدرع اللي كان النبي بيلبسه عليه الصلاة والسلام على صدره عشان يحميه في الحروب كان شكله عامل ازاي وكان أوصافه عامل ايه وكان اسم الاسم ايه أن نعرف الكلام ده كله في الحلقة القادمة أرجو أن تكونوا متابعين معايا اوعدوا تسيبوني وتروحوا في حتة إن شاء الله مكملين مع بعض هذا الكتاب الرائع الماتع الجميل مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترميذي جزاكم الله خيرا نبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا